السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل أعزائي الطلبة درسنا ثانيا معادلة الاستمرارية وصلنا عند فكرة أنه في هذا الدرس صفحة 174 يتكون جهاز الدوران في جسم الإنسان من شرايين وأوردة وشعيرات دموية وهذه الأجهزة والمكونات لجهاز الدوران عفوا تختلف في مساحة مقطعها مما يجعل سرعة جريان الدم فيها متغيرة يعني هذا ضروري الموضوع نفهمه حتى من ناحية اللي هي أجهزة جسم الإنسان ولاحظة جهاز الدوران يعتمد على فكرة معادلة الاستمرارية فضروري أن أكون فاهمها مشان نقدر نحسب سرعة الدم في الشريان أو في الوريد أو في الشعيرة الدموية كما سيأتي في الأمثلة الآن في عنا سؤال في هذا الصفحة بيحكي لي ما هي وحدة قياس المقدار ألف في عين اللي هي مساحة مقطع الأنبوب في عين وهذا المقدار الآن رح نطلق عليه بتسمية بأنه هو عبارة عن معدل التدفق الحجمي يعني بلغة أخرى ما هي وحدة قياس التدفق الحجمي طبعا من القانون ألف المساحة اللي هي مساحة المقطع تقاس بوحدة المتر المربع والسرعة متر لكل ثانية فتصبح الجواب على هذه المسألة من خلال النحو التالي متر تربيع ضرب اللي هي وحدة قياس المساحة ضرب وحدة قياس السرعة متر لكل ثانية فتصبح وحدة قياس هذا المقدار متر تكعيب لكل ثانية سؤال فكر في هذا الكتاب أيضا شو بيحكي لي السؤال بيحكي لي كيف تتغير معادلة الاستمرارية إذا أصبح المائع انضغاطيا طبعا هنا نحن نقدر أنه إذا أصبح المائع انضغاطيا زي ما حكينا في الدرس السابق المائع المثالي والمائع الحقيقي يعني المائع الأصل للمثالي أنه يكون غير انضغاطي إذا كان انضغاطيا معناته كثافة شمالها غير ثابتة فتصبح المعادلة على النحو التالي يعني ثا واحد في ألف واحد في عين واحد تساوي ثا اثنين في ألف اثنين في عين اثنين وتساوي مقدارا ثابتا الآن الفكرة الأخرى معناته إذا صار في عنا مقدار ألف في عين اللي هو معدل التدفق الحجمي ممكن يسألني سؤال ماذا نقصد بمعدل التدفق الحجمي وهذا راح نرمزله بالرمز فاي هذا يرمزله أيضا بالرمز فاي معدل التدفق الحجمي نسميه أو التدفق الحجمي يقصد به أنه قديش مثلا بيخرج من خلينا نحكي المائع من الأنبوب التدفق كم معدل الحجم لهذا المائع من يجي منحكي له هو حجم المائع الذي يعبر مساحة مقطع المجرى في وحدة الزمن إذن تعريف معدل التدفق الحجمي هو مقدار حجم المائع الذي يعبر مساحة مقطع المجرى في وحدة الزمن ورياضيا قانونه أنه فاي اللي هو التدفق الحجمي أو معدل التدفق الحجمي اللي هي حا على زين حجم المائع اللي بيعبر مقطع مساحة المجرى في وحدة الزمن اللي هي حا خلال وحدة الزمن مشان هيك نسميه معدل التدفق الحجمي حا على دلتزين وحا قلنا لكم في الحصة الماضية اللي هي الحجم والحجم يعني المساحة في الارتفاع أو المساحة في الطول أو في الإزاحة إزاحة المجرى المائع يعني ألف في دلتزين على دلتزين ودلتزين على دلتزين تساوي عين فمن هون صار في عنا قانونين للتدفق الحجمي أو معدل التدفق الحجمي إما حا على دلتزين وإما ألف في عين فهيكا بنقدر نحسب معدل التدفق الحجمي سؤال ما وحدة قياس معدل التدفق الحجمي زي ما هو عندكم في الكتاب صفحة 173 بنحكي له وحدتها اللي هي متر مكعب على كل ثانية أو لكل ثانية المتر المكعب لكل ثانية اللي هو معدل اللي هو التدفق الحجمي الآن في عنا سؤال أيضا فكر يظهر أنبوب جريان الماء المنساب من صنبور نحو الأسفل تطلعوا كيف البسة عمالها بتلعب بها المي وتطلعوا كيف بتغير مساحة المقطع لو نظرتوا إلى الصورة قاعد بيصغر كل ما ننزل باتجاه الأرض شو السبب في ذلك السبب في التغير في مساحة مقطع العمبوب يعود إلى أنه أنه هو ساقط للأسفل بتزيد سرعة المائع بسبب مين تأثير قوة الجاذبية الأرضية يعني بتكسب الجسم تسارع بتكسبه سرعة زيادة إذا زادت السرعة شو بده يقلل بده يقلل مساحة مقطع العمبوب فمشان هيك المساحة شو بتصير بتصير اتقل الآن ننتقل نحن وياكم أعزائنا الطلبة إلى حل الأمثلة وعندنا هنا المثال الأول اللي موجود عندكم في الكتاب صفحة 174 اللي هو مثال 7 إلى 1 هذا اللي هو اللي بدنا ندرس الآن اللي هو مثال 7 إلى 1 بوضح اللي اللي هو الحل أو طريقة الحل على فكرة معادلة الاستمرارية فأرجو من جميع الطلبة يفتح الكتاب على صفحة 174 مثال 7 إلى 1 شو بيحكي لنا المثال أمبوب مساحة مقطعه 20 سنتيمتر مربع مباشرة هذا العشرين سنتيمتر مربع منسميها ألف واحد شو منسميها ألف واحد الآن هاي مساحة مقطع الأمبوب مقدارها اللي هي ألف واحد متصل بأنبوب آخر مساحة مقطعه 6 سنتيمتر تربيع إذن هاي ألف واحد عشرين ألف اثنين ضغرت كم صارت 6 سنتيم طب شو برأيكو هون رح تكون السرعة شمالها أقل من هون ويتصل الأمبوب الثاني بصنبور ماء يندفع الماء منه بسرعة 40 سنتيمتر بما أنه الصنبور الثاني بيندفع منه 40 سنتيم معناته هاي شو تمثلي تمثلي عين اثنين ومساحة مقطع الصنبور تساوي مساحة مقطع الأمبوب الثاني إذن هذا بيأكد لي أن الصنبور نفسها مقطع الأمبوب الثاني فمشان هيك احنا سميناها عين اثنين احسب أولا سرعة جريان الماء في الأمبوب الأول يلا كيف بدي أحسب عين واحد يعني نحكي له الحل هذا مثال سبعة إلى واحد صفحة مية واربعة وسبعين بنحكي له واحد حتى نحسب السرعة بنقول له ألف واحد في عين واحد تساوي لي ألف اثنين في عين اثنين من معادلة الاستمرارية أثبتناها ليش الآن أنا بدي عين واحد بنجعلها موضع القانون بنقسم الطرفين على ألف واحد ألف واحد مع ألف واحد بدها تروح إذن بدها تصير عندنا عين واحد اللي هي السرعة شو بتساوي ألف اثنين كم معطيني إياها قال لي ستة سانتي ستة ضرب أستاذ ليش ما حولت السنتيمتر المربع للمتر المربع عادي يعني بتطلع الجواب عندنا بوحدة السنتيمتر لكل ثاني نفس الفكرة يعني لأنه إذا بدي أحول بدي أحول كلهم سواء أنك حولت أو ما حولت الطريقتين صح فالأسهل أني مثلا ما أحول ما أحتاجت لك تحويل إلى المتر المربع طبعا إحنا بنا نحول طبعا عين اثنين عندي أربعين سنتيمتر لكل ثاني لاحظوا أعزائي الطلب هون سنتيمتر مربع وهون سنتيمتر لكل ثاني فمشان هيك إحنا ما حولنا مش تحول جهة وتخلي جهة يعني ما بصير تحول هون لمتر لكل ثاني وهون بضلها سنتيمتر يجب توحيد وحدات القياس على ألف واحد ألف واحد طبعا اللي هي عشرين سنتيمتر مربع كمان نخليها عشرين الآن أصبحت معادلة رياضية لأربعين على العشرين هاي فيها بواحد وهاي فيها باثنين ستة في اثنين شو بطلع الجواب عنا اطناعشر سنتيمتر لكل ثانية اللي هي سرعة جزيئة الماء في المقطع الأول وهكذا منكون حسبنا المطلوب الأول طبعا لاحظة بواحدة سنتيمتر لكل ثانية الآن بده معدل التدفق في كل الأنب وبين منحسب مثلا عند فاي واحد وهو نفسه رح يكون عند فاي اثنين يعني ألف واحد في عين واحد ألف واحد كم عندنا بنحكي له ألف واحد عندنا عشرين إذن عشرين الآن بدي أحول ضرب عشر قوة سالب أربعة للتحويل من سنتيمتر مربع إلى متر مربع نضرب في عشرة وسالب أربعة ضرب عين واحد اللي هي هاي طلعناها اطناعش وهو بدي أحولها إلى المتر ضرب سالب اثنين فبطلع الجواب اللي هو ميتين واربعين في عشرة قوة سالب ستة أو اللي هي اثنين فاصل أربعة في عشرة قوة سالب ثلاث إذا بتحب تحرك أو عشرة قوة سالب أربعة متر تكعيب لكل ثانية هيك بنكون أوجدنا المطلوب الثاني وهو نفسه يساوي للمين لفاي اثنين آخر مطلوب عندنا ثلاث اللي هو حجم الماء المتدفق في الدقيقة عفوا بنحكي حجم الماء المتدفق اللي هو من خلال معدل التدفق